ومعانا ومعانا الأستاذة أمت الله تتفضل أيوة يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك يا دكتور أنا متقلم لبنتي عريس بس إيه مش عايزين يكتبوا قيمة والموضوع أنا وفقت بس مش مرتاحة مش مقصودة مش مرتاحة لإيه حاج مش ده حق يا دكتور أيوة الحق هو إن هي تحصل على مهر المثل مهر المثل يعني إيه المهر اللي زي قريبة ما يخدوه فتعالي مش لازم نكتب مهر مش لازم نكتب قيمة بس تعالي شوفي المهر اللي بتاخده مثيلتها يعني إيه ولا دخلتها ولا دعمتها اللي في نفس مستواها بياخدوا مهر قد إيه هو ده المسألة هو ده مهر المثل لكن هي المسألة مش مسألة شكل إن الشكل إن هي حق أهلة الظلم ان هي تتكتب اي ملأ محدش طلب من الناس ان هي تظلم نفسها ومحدش طلب من الناس على فكرة ان هم يغالب في المهور بنتك اللي انت شايفة ان هي ما خاتتش حقها دي ممكن تكون دي اللي اتعمر ممكن دي تكون لان اقلهن مارن ايه اكسرهن بركة فانت يا ستي ما توهميش نفسك كده وتوهمي بنتك فتطلع البنت بعد كده تيجي لما تيجي تتجوزه تبقى يا مستعدية اي حاجة تيجي تقوله ايه ما انت خدتني برخص ما انت ما انت ازتني ما انت ما غلتنيش وما عملتليش حقيمة عند اهلي ليه كل الكلام ده مهور المثل ده لما الناس يكونوا مصرين عليه لكن لو حد ذهب يا دكتر حد دلوقتي بيدفع سلوص ما هو ما بيدفعش هو بيدفع مثلا مؤخر ولا كده هو ده ينفع هو لو كده مؤخر اهلا وسهلا ما هو بيبقى دين عليه ما هو بيبقى دين عليه فلذلك ما 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 تحزنيش البنت وتحزني لو هو راجل كويس وانتو شايفينه راجل كويس وبنتك عند اللي فيه قبول وهو فيه المعايير الصحيحة للجواز اه كل ده موجود يا دكتور احنا شايفينه من الناس احنا دي ربنا وان شاء الله ربنا يا كريمك بس انا كأم علشان البنت دي باباها اديني قلتلك او اديني قلتلك او سفت ان احنا يا سيدي بنبني بيتنا على القيم بنبني بيتنا على المحبة بنبني بيتنا على الالفة فتغلي بنتك بالقيم بالاخلاق تخلي قيمتك بالفضل انتو اصحاب فضل فلما يبقى اصحاب فضل ما تمنوش لكن تحسوا بان قوتكم في الفضل قوتكم في الاخلاق الناس لازم يرجع لها ده سؤال القيم والاخلاق ده سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه كلنا القيم دي عندنا حاجة غالية فلازم نغلي اولادنا بالقيم وبالاخلاق مش نغلي اولادنا بالمهور هو ده الحاجة اللي يتخلي البنت غالية ما تخلقاش رخيصة غلوها هو ده هو ده اللي يخلي البنت في بيت جوزها درة مش ممكن حد يفرط فيها قيمها واخلاقها وخلينا كده وخلي الشخص ده يحس ان قيمته واخلاقه تخليه في عينك وتخليه ابنك وده اللي يحل المسألة لكن مسألة انه هو لو ما دفع لقاش مهر زي التانين يبقى ما بيحبهاش لا ما ممكن يكون هو ده هو ده اللي تمقدرته فان شاء الله ربنا يجترها بركة وخليك فهمة ان هي بنتك وانت حسنت تربيتها وان ان شاء الله ربنا يبرك لها في حياتها